ده خط سير الإخوتي الحقيقي طبعاً ده غير المفابرك اللي إحنا كنا متبلغين بيه وكمان لقينا كمان كل الفايلات اللي على السيستم اللي كانت معاه مش بس كده ده كمان تحويل بكل فلوس حضرتك اللي برا مصر شالف منها الحاجة؟ هو عارف يا مدير بيه بص قدامه ده هو يعيني أول ما عرف بالبلغ ما بقاش عارف يروح فين ولا يجي منين حتى الهاكر اللي هو راح عجره ما عرفش اللي هو الرجل بتاعنا أصلاً بس مدير بيه كاليه عندك سويل؟ ليه أنا بعمل معك هذا؟ مزبوط لأنه تمام مكررد مهرب حقير عايزة بقى رجل عمال معلقة فإبنه تمام أمتل مولي سوري حضرتك مشغول؟ لا يا حبيبتي اتفضلي جمعة اتفضل إنت إذا أجد أي جديد في الموضوع دي بقى بلغ نهارة بيه تمام يا مونير بيه أستاذنكم حضرتك عرفت إن التحية تحفظ؟ أه المحامد تصل بيه النهارة الصبح وقال لي والله حاولت عرف شوية معلومات بس معرفتش بس الغريب إن المنتجة طلع متورط في قضية تهريب شوفتي الوقت كان مغفلنا كلنا أنكل مونير وفي حد قالك عن الليان إنها غبية يعني مهاب يعرف ناس بتشتغل في الديبوب وحضرتك اللي جايبوا المنتجة وموتعرفش عنه حاجة طب إزاي؟ طيب إذا قلتلك إنه شغال حسابي وإن أنا كنت عايز المنتجة عبدالح حسين بالذات عشان التهريب؟ يفرق معك والله اللي حصل لفريدة لا دينه بترد لاحظة إيه إن كده كده فريدة بن قدير ربنا وفريدة دي كانت مدير مدير للمنتجع بنسبة في الربحة وإنت عارفة كمان إن أنا مقدرش أعتمد على هادي لغاية ما يعرف أبوش أغال في إيه بالزبط كله ده قدر عم نهوله دلوقتي بيقدور له على عروسة جميلة بنت حلال وفي الآخر إنت اللي هتختاري قرار لك إنت يا الليان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر